مالذي يتحقق مع الشيف جاد صباح الخير مرحباً كيفنا اليوم؟ الحمد لله اليوم روسيت رح نعمل قراتان قراتان بس مثل العادة رح نعمل قراتان شوية نغير من ما نعمل بشمال اللي هي زبدة وطحين وحليب وجوز طيب وملح وبهار رح نعملها بغير طريقة رح يكون فيها مكس سوس صومات ورح يكون فيها خلطة جديدة اذا بديك او صوص جديدة هلأ رح نشوف الباسطة باعة كرام رح نبلش فيهم نحنا ورح نطبق شو محضر قبل هلأ أول شي رح بلش بالشي اللي هو بده وقت شوية زيادة رح نسلق الباسطة ثمانة دقائية سبعة وثمانة دقائية ورح نقطع الكوسة نشوية رح يكون بقلبة فيه خضرة مشوية كوسة أنا قراتي شاوي البتنجان أرنبيد جزر رح تكون كلهم بنا نسلق الباسطة نص سلقة مضبوط نص سلقة او 60% من السلقة لانه رح ترجع تشرب السوس وتفوت على الفرن تقريباً مضبوط اللي رح نعمل هون عندنا ملح خشين أوكي دايماً جاد لازم نقرأ على العلبة كم دقيقة مكتومة مضبوط لانه منو منو وقت موحد مشكل الباسطة نفس الشي حسب الفورم حسب الشيب مضبوط اللي عم تقولي لان كل وحدة عندها شيب وعندها وقت معين للسلق هلأ اللي رح نعمله الباسطة حطينيها الكوسة عم نقطعها الكوسة رح نحطها مع زيت بلا ملح بلا شي هلأ رح نشوف لانه رح نرجع بس تخلاص نرجع نتبلها أوكي ما رح نكتر كتير بعد يمكن نص كساية الفرن حطه 230 بدنا حرارة عالية تحت 8 سلق للكوسة نشوية تاخد وقت قصير أنت دجا شوية أنا شوية الأشية الخضرة اللي بتاخد شوية وقت أكتر يعني الكوسة هلأ بتشوفي ما رح تاخد 6 دقاي مضبوط طيب لكن أول شي بدنا نشوي الكوسة وبلشنا نسلق الباستا الباستا صارت بالنار إذا بتلاحظي الماء دائما بدا تكون عم تغلي قبل نظبوط لأنه الوقت اللي بدنا والملح خشن الوقت اللي بدنا نحسبه هو من وقت ما تغلي الماء يعني هلأ بدنا نحسبه 8 دقايق لأنه بمجرد ما نسقط الأكل بالماء شو ما كان رح تبرد شوية الماء مضبوط فإذا كان الماء مسقع أو أنجق فاترة رح تاخد وقت لتعمل الريكاظري تايم بصير كتير طويل إذا بتلاحظي هلأ الماء ضغري غليت مضبوط هلأ رح نحركها شوي ونتركها تنطبخ لكن هوني عندنا الكوسة تقطع زيت زيتون ملح مبهار بس زيت هلأ الملح والبهار رح حطهم بس تظهر بعدين؟ أوكي مضبوط فينا قبل فينا بعد نحن نأخذ الملقط بنا ندخلهم على الفرن نفوتهم على الفرن بنا نفوتهم على الفرن أوكي أرمهم شوية لفوق لكن مثل ما كنا عام نقول خمس ست دقيق الكوسة بيكون جيد حرارة عادية الثاني ست دقيق هوني عندنا زيت زيتون رح نبلش نعمل نجهز السوس السوسية رح نحط حص ثوم رح نكسره هيك هلأ هو شوى كبير ثوم كبير ايه رح ناخده يعني إذا بتلاحظي حتى ما 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 عزته لعنى أورادي نقص يعني بدي أخد منه الفلايفر بلا ما نكه كتير سوس بطعمة الثوم مصبورة درايتوماتو أوكي زيتون وزيتون زيتون أسود أو أخضر زيتون أسود زيتون أسود النكهته أطيب بهالرسات وبنفس الوقت أوكي ببين بقلبه يعني لأنه رح تطلع فيها هي سوس مكس بين الأبيض والأحمر الأسود اللون رح يطلع أحلى بقلبه أحلى لكن نحنا هون أنجا بدنا نقلة عم نحكي عن ماكسيموم دقيقة دقيقة ونص رح خففلون شوي خليني نطبخوا شوي عنار بردي تحت كل هالنكهة تطلع رح أخذ هون عم نشوف تافناد هوني عنا درايتوميتو باستو درايتوميتو باستو درايتوميتو باستو هو خفيف حباء زيت زيتوم برميزون نضربه على الماكناة بصيروا هيك هلا رح نستعملهم كمان بالصوص شو الفرق بين الباستو طماتو هي الفرق والتابناد طماتو هي زيتا هي زيتا سام سام تكرت عم تسألين عن الباستو الحباء لا هي زيتا صح يعني هون إحنا إذا بدك اخذين رسات الباستو الحباء وزايدين للطماتو تاركينة متل ما هي وزايدين يعني الباستو تجوة تقريباً ثمانين عشرين بين الباستو مزبوط صح لكن حباء نفس الطريقة نعملها مزبوط بس هون بدنا ننتبه شو عم نستعمل دراي توميتو لأنه نسبة الملح بتكون مختلفة بين برند وبرند بدنا ننتبه لهذه الشغلة يعني ما نحط ملح نهيئياً لأن نخلص الرسات بس ندوقه هنا دجا بيكونوا حاطين ملح صح لحتى يتقددوا لكن الزيتون حبة التوم البنادورة اللي مجففة فيه حباء هوني تقريباً صار قاطع ثلاثة دقايق مزبوط هربعة دقايق على الباستو نحرقون شوي هل يحضروا الباستو قبل بوقت؟ هلأ هون نحن ما زالنا عم نحضرها فينا؟ فينا كغرتان فينا يعني فينا نعمل المونتاج كله ونحطه بالبراد ونرجع ندخلها بس ما في شك انه لازم نحط زيت زيتون عليهم هادي دايماً يعني هلأ هلأ سال الباستو محط زيت زيتون بس الفرق هون انه رح يختلف وقت الطبخ بالفرن يعني هلأ اذا الصينية اخر شي اخدت عنا 12 ديئة اذا كانت بالبراد قرار دي كلها مساقة رح تاخد 20-25 ديئة مزبوط لانه هون هلأ رح تلاحظي السوس صخنة مزبوط باستو صخنة السوس صخنة وكل شي رح نجمعه بقلبه رح يكون صخن مزبوط هلأ هادي السوس اللي رح نحطها بدل البشاميل مزبوط هلأ هون عندي سوس طومات انا عملتها كمان قبل الهواء اخدت تقريباً متل ما دايماً منقول بتاخد نصة على النار او 35 ديئة حبتان ثوم عشر وراء حباء منقلة ثوم مع زيت زيتون ونحط البنادورة المؤشرة بتكون مكسرة اذا بدك او مفروم يخشن او علب علب ونحن عم نحكي عن العلب يعني العلب مش مفروض نخدها نمرقها على المولاة نتركها متل ما هي شقف يعني نفرمها على السكين يعني نمعسا معس لكن خليني انا نطبق السوس بحاخد الكريم ليا اللي زهقوا من سوس البشاميل هلأ رح تشوفي هوني عنا سوس صغير شكل كلها نكهات كلها طعمين مزبوط اوكي هلأ بآخر روسات بس بدنا نستعملها بدنا دايما بس نحب الكريم لازم يغلو مع بعض بدنا نغليها حتى تسمك مزبوط بهارق سواد ملح ما رح حط لانه فيها درايتوميتو رح نحط لها درايتوميتو باستو للآخر بودرة يعني هادي فينا نستعملها سوس لباستا مزبوط لحياة لباستا بلا ما ندخل على الفرن بلا ما تكون جرتا ايه ما في شك اكيد بس فينا نسلق الباستا ونعملها السوس ونمزجه النابعد يلا بعد ديقتين رح نشيل الباستا خلا نشوف الكوصة شو صار فيها نحنا بمجرد ما شلنا الكوصة وصفاينا الباستا رح نبلش نعمل المونتاج ديريكت المونتاج رح يكون فيه سوس ومات رح نخلطها مع الباستا رح نحطها رح نفرم كل هالخضرة رح نحطها عليها وبلا نحط التابوناد كميلا بالسوس التابوناد هلا رح نحطها بقلب السوس احنا الصوس صارت على الاخر ما منكتر دا ما تطلع ملحة تقريبا ملعة وما بدنا التعمة تكون كتير قوية اذا بتلاحظي هلا كيف بمجرد ما غلل الكرام يعني بلش يسخن بلش يوصل حرارته لدرجة الغليان بلشي الشد بس صورين قدام نتركن على النار ديئة يمكن خلصت هون بس بدنا ندوق الطعمة اوك بدنا رشت ملح بس خليها بعد تاخد بعض ديئة اوكي لانه ما كترنا ما حطينا اصلا اوكي يلا ديئة الباستا رح شيلها الكوسة ديئة كانت ديئة منشيل الكوسة منشيل الباستا ديئة بضيئة ديئة مشتركة بك يعني هي ديئة مش ديئة ريحت ريحت مشول بقى شو اسمه الكوسة اوكي اوكي هلأ بدنا نعمل المنتاج هلأ رح نشيل طنجرة ديراكت على المصفية بنا نعوز الميت اوكي انا ديئة ما بكب ميت الباستا طب مش جراتا يعني فيك تستعمل دايما نستعمل الميت الهايدا ميت الباستا لنكون عم نطبخ باستا لكن شو رح عامل رح ااخد رح ااخد رح حتى نستفيد من كل النكهة ميت الباستا مش محرزين رح ناخد السوسطومات السوس البيضة خلصية طفاينيها وهي السوسطومات لكن ليه عم بخلطها هون بدي اخلطها بس كمان سواني اللي حتى تاخد بعضها اوكي ونضبط لها طعمتها كملح طعمتها كبهر ليك شو حلوة رح اترك شوية للكعد مزبوط اوكي الباستا خلصيت رح نشطط هاي هيك تتاكل دي شا مزبوط البهار بارميزون رح شيت مرح حلق اوكي طفيت عليها اخدت بعضها رح نشيل الكوسة ونبلش بالمونتاج ما بعض فادي وقتنا ثلاثة دقائية اوكي بطير منيه خليها هون وخلي الفرن هعمل غسل ايديا ونجي على اخر مرحلة اللي هي هلق نحنا اكتروا ايدينا قدمع من غسل ايدينا هلق نحنا الصوس خلصيت الباستا خلصيت الخضرة خلصيت اللي رح نعمله هو انا هون يمكن نزلي بعد كم ديقة زيادة اوكي اول شي بنا نحط كوش بسوس ما كتير لانه هلق بتشوفي لانه هلق رح تشوفي اوكي الكمية السوس البيضاء سوس كومات اول شي بعدين باستا مع نفس السوس نزور هلق هوني فينا مزيدة اكتر بس انا رح جارب اعملها سنجل بورشن اوكي اوكي يعني ازا بديك ندعمها اكتر اوكي هلق بسطة بيكفي هلق بتشوفي ليش لانه بدي نزيد فوان الخضرة بدي نزيد كلها الخضرة افلوش كلها الخضرة عليها ارجع حط عليها شوية بارميزان اوكي بدي نحضر يعني فينا نحضرها الصبح نعملها المونتاج ونطبخها ديراكت عالضهر ما فينا نحط كل الخضرة بنفس الصينية لانه كل وحده وقت لانه فينا بصير بدنا نشيل الصينية ونشيل القشة الاستاوت ونشيل القشة الاستاوت اذا ما بدنا نعمل كذا صينية مظبوط لانه ما بجي يعني كل الخضرة بدي وقت معي بدي وقت معي اكزاكي انا مثلا ما بحط جزر اوكي هون اللي عبت قولي كتير مظبوط انه هلأ اللي معا باله يحط قرنبيت فيه يعني منع منع سابتة قصة الخضرة مظبوط مظبوط هلأ يمكن الناس تزيد ماشروم انا بحب الجزر بس مش مطبوخ ناي ناي كل واحد عنده زوق صح لكن كوسها خليص هلأ اللي رح نعمله هلأ هو التالي ناخده الكرام الكرام اوكي بنرجع من رش موزاريلا على موزاريلا وهيكي ما نكون ضهرنا وبلا الصص بشمال ضهرنا من الكتير كلاسيك يعني فينا نعمل جرابتا اذا بتلاحظي من حواضر البيت يعني نظبوط عنا كوسها منحط ما عنا ما منحط هلأ اذا كان عنا بالبراد كرام ما استعملنا طبخنا شي قبل بوقت كان عم نحكي تحت الهواء ما هيك انا هون اللي كنا عم نحكي عنه طلع بال التوم التوم ليك شو رح اعمل شأفت هيكة من قويلة طعمتها شوي بارميزان نظبوط اوكي وبنا نرجع نحط موزاريلا بدي حط موزاريلا بس خليني مرئ قطعة فتة اللي هم تطلع بقلبه واو نازال خلص الوقت خليني حط اعمل فينشنج لوحدة بيشوفوا المشاهدين بالفرن هيدا الياس اللي عنا ايا بيدنا بده بين 12 و 13 ديئة بس بننزيد موزاريلا نحن خلصنا نحن خلصنا اذا بتلاحظ كل الانجريدينز مبينين مش السوس مخباية كل شيء وما منكتر كتير جبنة كمان هيا خلصي فينا ناخدها ندخلها على الفرن وعم نحكي عن 12 ديئة نحن رح ناخد واقفة مع المشاهدين ونرجع ونشوفكم بالبرزنتيشن موسيقى 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 لكن نحن دخلنا على الفرن ستيفاني هيدا عملتها قبل البول هيدا انا مرأتها قبل ما نفوت بالحلقة لا نقدر نشوفها سوا كيف رح تطلع لانه هون عم نحكي عن 12 ديئة يعني بعد اللحن نحن نشوفه سوا ها هي زيتا طبخناها اذا بتلاحظ كيف صار لونة روزة للمشاهدين يلي هلأ نضموا إلنا نحن الى هم نفسير كيف عملنا نحن الى عملنا أخذنا باسسة سلقناها 8 دقايق أخذناها صفايناها حتية إلى الزيت كنا عمين على جنب ساستومات هي توم مع حبق مع بنادورة مأشرة وملح وبهار وحبق. بنادورة علب. بنادورة كان صح. خلطنا البستة بس نسلقيت مع السوستومات اللي هي هون. حطيني لها ملح وبهار وبرميزون. اول كوش حطينا بنادورة. حطينا اول كوش بنادورة عم نحكي السوستومات. رجعنا حطينا ملعة من هاي. كنا قبل بوقت شوي شوين بتنجين شوين ارنبيت شوين جزار. وبنفس نحن عم نشتغل شوينها كوشة. كوشة قطعنا هون حطينا لهم رشة زيت زيتون. وطبخناهم على الميتان وعشرين متان وثلاثين شي ست دقايق. اخدوا لون واخدناهم وقطعناهم. رجعنا حطينا الكوشة والجزار والقرنبيت والبتنجين على وجه. بهالوقت كله كنا عم نطبخ الصوس اللي هي كمان بعدها موجودة. خلينا نشوف اللي بقيه. هون اخدنا حصوم زيت زيتون قليناهم. درايتوميتو زيتون اسود قليناهم. كمان طبخناهم مع بعضهم. رجعنا حطينا فرش كريم اول شي. رجعنا حطينا ملح وبهار درايتوميتو باستو وبرميزون. غلية وقت الغلية ما تعدى دقيقتين لانه بمجرد الكريم ما يغلي بشت. بصير عندنا هيدا التكستور هيدا المطلوب. رجعنا اخدنا كل هالصوص. حطينا على كل صينية او كل بورسيون. لوش كبيرة حرزانة منها. غطيناها بس انو ما غطيناها مية بالمية اللي هي هاي دايما بتصير. اذا بدك هكي هفوي مع كل الناس بس يعملوا قرطان بسكروها بكل شي لكيد. اللي هو شي ما انو منيح لشغلتان لشكلها. لانو بس تغطيها ما بقعد مبين شي منها بالبرزنتيشن غير الصوص. غير انو بتحتري بده تطلع اخر شي لكيد كمان. حطينا على وجه فتة شقاف بارميزان شقاف ومودزاري اللي مبروش. ودخلناها على الفرن. عشرة لاتنعشر ديئة بتكون خالصة. جاد للناس اللي ما بيحبوا يحطوا كرام. في مننون فينا نعمل زيت الطريقة بس مع بشامال. بلق اقصدك الكرام ولا حليب. كرام حليب. لا كرام حليب يعني بدو نشيله البشامال كليا. بكففوها مثل ما نحنا عملناها بالصوص طومات. اه اوكي. يعني بيعملوا اذا بدي الخلطة اللي عملناها بالزيتون والتوماتو. والتوماتو بيعملوا بالطومات. بيسكروا الوجب بالصوص الطوماتيك بيكونوا شيلوا كل شي حليب مننا. اوكي. اوكي. يعني وفينا يعني. وفينا نعمل بشامال. بشامال. بشامال هو عم نحكي عن زبدة وطحين بس هوっك هتما فينا نقرط ببشامال. فينا فينا من عن عمله بهشامال رخوة. يعني بدلا ما نحط ملعة بملعة زبدة وطحين عم نحكي عن 30 ب30 أو 50 ب50 ولتر حليب منعملون 20 ب20 وليتر حليب بيطلع عنا بشامال اكيد ملح وبغط يطلع عليزون طبعه وارخه. مع الباستو نعمل البشمال على النار وعلى جانب نعمل هالقلية ونرجع نزيد على البشمال نتعطى معها كأنه هي كأنه مثل الكريم طيب نستبدل الجبنة اللي ما منحبها صح مثل ما حكينا عن الخضرة إذا عنا مشروم نحط مشروم مع بالنا كوسة منشيل كوسة أو وأنواع الجبنة فينا نعمل بدنا معادة شغلة واحدة ما فينا نغيرها هي الموتزاريلا هي أساسة للون موتزاريلا هي فات نوتر طعموطة يعني شلتها أو حطيتها بأنها ما تأثير بشكل كبير باللون وفينا نحط باستو حبق باستو حبق بذل الباستو الحبق أقوى مرسي جاد من الله راد نشوفك مشاهدين أنا برجع بشوفكم نهار الجمعة ما تنسوا البسمي موسيقى 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 موسيقى